ومن ذلك أن نؤمن بالحوض الكوثر وأن نؤمن بجسر جهنم وأن نؤمن بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالحشر حيث يجمع الله جل وعلا العباد في موقف واحد يتطاول عليهم الزمان وتقرب منهم الشمس حتى يسموا من ذلك الموقف فيطلبون من أنبياء الله أن يشفعوا عند الله ليقضي بينهم فيعتذروا أنبياء الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيسجد بين يدي الله ويفتح الله عليه من المحامد حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع في القضاء بين الناس ولذا من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن نؤمن بالحوض الكوثر وأن نؤمن بجسر جهنم وأن نؤمن بالجنة والنار وأن هناك دارا أعدها الله لأوليائه ينعمون فيها ودارا لأعدائه يعذبون فيها